السلام عليكم حياك الله عزيز المشاهد في مقطع جديد أو أول مقطع للعبة Elden Ring أتوقع أنكم اكتفيتوا من شروحات Dying Light 2 والحين رح نبدأ سلسلة جديدة من لعبة Dying Light 2 لا توني يا حبيبي من لعبة Elden Ring بشغلات مهمة في بداية اللعبة مهم أنك تعرفها رح نتكلم عليها في هذا المقطع خصوصا إذا كنت أول لعبة تلعبها من ألعاب السورز طبعا عندك رح تكون عشر كلاسات تختار من بينها وكل كلاس يتميز بإيجابيات وسلبيات ومميزات يقدر اختارها من أسلحة معينة أو من تعويذات وسحر وغيره ومن خلال هذا المقطع بإذن الله رح تتعرف على مميزات كل كلاس لأنك ببساطة إذا اخترت الكلاس الخطأ رح تصعب على نفسك اللعبة الفاضي أو بالأحرى رح تضيع نقاطك أو نقاط التطوير في شغلات مالها داعيك من البداية يمكن أنك تأخذها بشخصية ثانية لأن كل شخصية قوية في بعض الأمور وضعيفة في بعض النواحي الثانية فضروري أنك تختار أقرب شيء إلى لعبك أو الأنسب إلى لعبك ما لها داعي تأخذ شخصية ساحر وانتري تلعب باللونغ سورد وتجرس تستخدم نقاط التطوير في تطوير القوة عشان تقدر تحمل السيوف الثقيلة بينما أنت في البداية كان بإمكانك أنك تختار الكاركتر المناسب لهذه السيوف الثقيلة أو الأسلحة الثقيلة وتوفر على نفسك برضو نقاط التطوير أنك تستخدمها وتطور الميزة هذه بشكل أكبر وتوصلها إلى الخمسين مهنا لأنها معروفة هلعاب السولز بأن كل شخص يبدأ اللعبه وفي راسه بلد معين وده يسويه من خلال تجربته لهذا الجزء وفي ناس يختمونها ببلد معين ويرجعون يختمونها ببلد معين وكذا وشخصية ثانية طبعا موضوع الشخصيات مهم أني أقول يمديك أنك تغير الشخصية يعني مش لازم من الشخصية اللي بديت فيها تنهي فيها التختيم لا تقدر تغير في أثناء اللعب يعني تقدر تغير الكلاس بعدين تختار الأنسب لك وتخليه يخدمك بتطوير حاجات معينة للبلد حقك وهذا راح يفرق معك كثير في بداية اللعبة وراح تشوفهم بعد شوي ليش لكن ضروري أنك من البداية تختصر عن نفسك هذا المشوار كله وتحاول تشوف تركيزك في اللعبة بيكون ايش طبعا الكلاسات هم عددهم عشرة ولكن إذا ركزت فيهم العشرة هذا لو حطيتهم قدامك راح تشوف أنه فيه تشابه بين هذا الكلاس وهذا الكلاس ويتميز ميزة هذا الكلاس يعني تختلف شويه مع ميزة هذا السلاح كذا فعشان سهل عن نفسك العشرة الكلاسات هذه تقدر تحطها في أربع فئات فئة مثلا عندك الفيزيكل أو القتالية وعندك فئة الماجيك وعندك فئة الهولي وعندك فئة الهايبرد الهايبرد يعني ممكزة هجينة بين عصر كوكتيل يعني كذا بينهم كلهم فإذا ما كنت مثلا ودك تستكشف أنا والله مش عارف وش ألعب أركز على الماجيك ولا أركز أسيف فيمديك تختار هذه الكلاسات الهجينة وبعدين تقرر بحيث أنها ما تأثر عليك يعني سلبا أنها تكون مركزة في شيء ضد الشيء اللي أنت ودك تجربة فيكون كل شيء متوازن نوعا ما وتقدر تختار شخصية الأنسب لك بعدين مثلا تقول بجربها السيف مع شوي تعويذات وبعدين بشوف ميولي أكثر في إيش فهذه الفئة تناسبك أكثر طيب الحم لخص الموضوع أن فيها عشر شخصيات تندرج تحت أربع فئات القتالية والماجيك والهولي وعندك الهايبرد اللي هو متنوع بين الثلاثة بين الكل عرفنا الفئات لكن الحين يوم نيجي نمسك الشخصيات لو استعرضنا الشخصيات الحين عسرية كل شخصية لها ستات معين أو إحصائيات هذا الستات عندك ثمان شغلات أساسية في كل شخصية يعني الحين لو جيت مثلا بفرق بين هذا وهذا ما بتعرف وش الفرق إلا بالستات حقه والستات هذا عندك ثمان شغلات رئيسية تغير أو تميز كل شخصية عن الأخرى مثل ما تشوفون موجودة تحت كل شخصية وتتغير الأرقام يعني تتغير الميزات في كل شخصية يعني هذا هو سبب اختلاف الشخصيات بالعربي أول شي عندك الفيغور ثم المايند والاندورنس والسترينغث والديكس أو الدكسترتي والإنتليجنس أو الفيث والأركين الفيغور تعني القوة أو الحيوية أو النشاط أو الدم أو الـ HP أو الهيلث سمها باللي تسميها كل ما كان أكبر أو كل ما كان الرقم هذا أكبر يعني عداد الهيلث بيكون عندك أكبر وما رح تموت بسرعة بالإضافة أن الفيغور هذا لو زاد بتكون عندك حماية ضد السموم والنيران الشغلة الثانية اللي هي المايند أهميته يعني مثله مثل الهيلث والاستمنة وبرضه يزيد عندك عداد السحر ويقاوم التنوين نيجي للشغلة الثالثة اللي هي الـ Endurance الـ Endurance يعني قدرة التحمل هذه الثلاثة الشغلات الرئيسية اللي يتكون شخصيتك يعني كيف أقول لك كهيلث يعني لسه تتكلم عن الشخصية ما تكلم عن قدرتها عن تحمل الأسلحة أو نوع السلاح أو السحر وكذا ما تفصلنا في هذا الأمور ما زلنا نتكلم هذه الثلاثة الشغلات الرئيسية اللي يتكون الشخصية فـ Endurance مثل ما قلنا قدرة التحمل بشكل أساسي ويساعدك بعد في صد الهجمات الجسدية الـ Strength تتوقع هذه أوضح واحدة فيهم تعني القوة بحيث أن الدمج تبعك يكون أقوى بالإضافة إلى أن تكون عندك ميزة الحصول على معدات أفضل من الأسلحة والدروع الثقيلة الأسلحة الثقيلة والدروع الثقيلة هذا الـ Strength كل ما زاد كل ما بتكون عندك الإمكانية أنك تأخذ الأسلحة الكبيرة ففي بعض الأسلحة ما تقدر يعني تأخذها غير أن يكون عندك Strength عالي بحيث أنك تقدر تلعب فيها نفس الشيء موضوع Dexterity أو Dex اختصارها هذه معناتها البرائة والـ Dex يعني تدور حول موضوع الأسلحة الخفيفة وغير الأسلحة الخفيفة يعني النفس ما تقول تقدر تقول عكس الـ Strength إذا كان عندك الـ Dex عالي راح يكون تركيزك على الأسلحة الخفيفة وإذا كان الـ Strength عندك عالي يعني تركيزه عن الأسلحة الثقيلة وكذا فأنت تعرف من هذه التفاصيل غير أن الـ Dex إذا كان عندك مرتفع يعني بتكون عندك سرعة إلقاء التعويذات وتقلل الضرر من السقوط كلما شوف Dex عالي في أي شخصية أعرف أن هذه الشخصية بتكون عندك خفيفة والأسلحة اللي تلعب فيها راح تكون خفيفة وبرضه إلقاء التعويذات راح يكون سريع فبشكل سريع احنا خلصنا هذا الحين أول ثلاثة قلنا الفيقور اللي هو الدم أو الـ HP المايند التركيز الـ Endurance غير تحمل هذة الثلاثة خلهم مع بعض اللي بعدين هذة الثلاثين اعتبرهم مع بعض في خانة واحدة اللي هو Strength و Dex بما أنه يأثر على نوع السلاح أو نوع السيف اللي راح تستخدمه وبعدها كذا خلصنا خمسة وبعدها بتبقى عندك آخر ثلاثة شغلات اللي هو Intelligence والفيث هذا مع بعض الأركين ما يخص فيهم فالـ Intelligence هذا يطول العمر يعني الذكاء يسمح لك مقاومة السحر ولقاء التعويذ أكثر والحماية ضدها يعني موضوع السحر كله في الـ Intelligence إذا شفت عالي فهذا يعني شخصية لعباتها كلها في السحر وكذا نفس الشيء موضوع الفيث الإنتليجنس والفيث نفس الكلام ندرجون تحت خانة واحدة تقريبا وبأقول لكم بعد شوي وش الفرق أما موضوع الأركين الأركين اللي هو يرفع نسبة الحظ وتلقى لوت أو آيتمات أكثر من اللعداء يعني اللي عنده شخصية اللي عندها أركين أو طورت نقاط التطوير حطته في الأركين أكثر هذا راح يعطيه لوت أكبر وراح تلقى شغلات ما يلقاها غيرك من اللي عنده الأركين ضعيف ولعل هذا بيفيدك في بعض المناطق في اللعبة بالإضافة أنه يساعدك بالسحر والتعاويد والعياذ بالله هذا الدليل أنه فيه آيتمات راح تكون تطلب منك لفل الأركين معين حتى أنه يمديك تحصلها بس حاب أوضح شغلة لأنه يمكن تكون ملخبط في معنى أو الفرق بين الستات في مثل الفيث اللي شرحناها قبل شوي مع الإنتليجنس أو مثلا السحر تحسهم نفس الشيء بس فيه فرق بينهم الموضوع وما فيه يعني باختصار أنه في بعض التعويضات تطلب منك نوع معين من الإنتليجنس وبعضها تطلب منك لفل معين أو نقاط معينة من الفيث يعني على سبيل المثال عندك موضوع السترينغث والديكس كلهم يعني نفس الشيء تقريبا عن القوة يتكلمون ولكن الفرق أنه إذا كان عندك الديكس عالي أنت الأسلحة الخفيفة تقدر تفتحها أكثر بينما الأسلحة ثقيلة حطوها في السترينغث فممكن إذا أنت جديد كده مثلي يعني في الموضوع هذا راح تحس أنه فيه تعقيد شوي في السالفة ولكن باختصار هم يبون يميزون الأسلحة أنه تكون تابعة إلى سكل معين أو ستات معين حتى أنهم يفرقون أن كل شخصية لها ميزة عن الشخصيات الأخرى هذه الأساسيات الضرورية اللي تهمك بحيث أنك تقدر تفهم أي كلاس أو كل كلاس وش يتميز فيه أو إيش الشغلات اللي أنت مفروضة تركز فيها وتخدمك في البلد اللي ناوي تلعب فيه وبس يا شباب كان هذا شرح أهم شيء يتوقع في اللعبة المقطع الجاي بإذن الله راح يكون شرح الشخصيات كل وحده وش الميز فيها وش سلبيات كل شخصية أتمنى المقطعنا لأعجابكم لا تنسوا لايك واشتراك في الجرس حتى يصلكم تنبيهات المقاطع الجاي نشوفكم إن شاء الله على خير في مقطع جاي جاي نشوفكم إن شاء الله على خير في مقطع جاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة